مركز الإصلاح والتأهيل الأمر الذي أكده عدد من السفراء المعتمدين خلال زيارتهم للمركز تعد مراكز الإصلاح والتأهيل جهة إنفاذ للقانون في إطار من الالتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزلاء وفق ما يؤكد عليه قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وفي هذا السياق فإن أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل مفتوحة أمام المنظمات الحقوقية للتأكد من تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك توفير الخدمات اللازمة للنزلاء وفي مقدمتها الرعاية الصحية المتكاملة التي تتم على مدار الساعة فضلا عن توفير الاتصالات بين النزلاء وذويهم وقد أشادت تقارير الجهات والمؤسسات الحقوقية التي قامت بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل في جو خلال الفترة الأخيرة سواء في زيارة معلنة أو غير معلنة بالجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات التي تطمن الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء ومن بين هذه الجهات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها وهو ما أكد عليه كذلك عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين خلال زيارتهم مركز الإصلاح والتأهيل وتفقدهم بعض المرافق واطلاعهم على الخدمات المقدمة كما التقى السفراء ببعض النزلاء للإضمانان منهم على مستوى الخدمات بما يؤكد الشفافية المعمول بها تجسيدا لحقوق الإنسان واقعا مورسة وثقافة في العمل الشراطي وفي كافة مجالات الحياة ترجمة نانسي قنقر